السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام معكم المعبر المغربي محمد مجاهد في سلسلة تأويل صور القرآن الكريم المئة وأربعة عشر ونبدأ إن شاء الله تعالى بصورة الفاتحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع نهجه وهداه إلى يوم من القاه من رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة فتحت له أبواب الخير وأغلقت عنه أبواب الشر صورة الفاتحة في المنام تدل على البداية ومن كان يعتزم بداية شيء ما في حياته عمل دراسة خطبة أو زواج أو أي أمر ما ورأى في منامه أنه يقرأ هذه الصورة صورة الفاتحة فإن أموره ستكون على خير وبركة من يرى أنه يقرأ صورة فاتحة الكتاب بصوت جميل ليس هو صوته أصلا في اليقظة معناه ذكر حسن بين الناس والسمعة طيبة وقبول من رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة وهو مريض يشفيه الله سبحانه وتعالى خصوصا إن كان عنده مس أو سحر أو عين من رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة تكون له دعوة مستجابة نعم تكون له دعوة مستجابة وربما تكون له سبع دعوات مستجابات لأنها السبع المتاني من رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة حتى أتمها معناه الرضا من الرحمن والتوفيق منه صورة الفاتحة في المنام تدل على البداية المباركة وتحقيق الأمنيات ومن يسمع صورة الفاتحة في منامه معناه يسمع خبر سعيد في يقضته الأعزب حينما يرى أنه يقرأ صورة الفاتحة أو يسمعها معناه أنه سيتزوج والعزباء حينما ترى أنها تقرأ صورة الفاتحة أو تسمعها معناه أن الله سبحانه وتعالى سيمن عليها بزوج صالح ومن يفتح المصحف ولا يجد صورة الفاتحة معناه أن حياته فيها تعطيل وربما أنه مقصر في طاعة الله عز وجل ومن رأى في منامه أنه متجه للقبلة ويقرأ صورة الفاتحة معناه حسن الخاتمة نعم من يرى في منامه أنه متجه للقبلة ويقرأ صورة الفاتحة معناه أن الله سبحانه وتعالى سيمن عليه بحسن الخاتمة ومن يرى أنه يقرأ صورة الفاتحة على الناس معناه أنه يدعو الناس إلى الخير معناه أنه يدعو الناس إلى الحق ومن يرى أنه يقرأ صورة الفاتحة على مريد معناه اقتراب الأجل نعم من يرى أنه يقرأ صورة الفاتحة على مريد معناه اقتراب أجل ومن يرى أنه يقرأ صورة الفاتحة في الصلاة معناه أنه يؤدي الفرائد بأمانة دون نقصان ومن رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة ويجد صعوبة في قراءتها يتعرض للمكر والخديعة قراءة الفاتحة في البيت معناه قدوم الخير والرزق إلى هذا البيت قراءة الفاتحة في المسجد معناه قبول الأعمال قراءة الفاتحة على الجن معناه التخلص من المنافقين ومن يرى أنه يقرأ الفاتحة في خطوبة معناه أنه سيصلح بين شخصين وقراءة الكافر لصورة الفاتحة في المنام معناه أنه سيسلم نعم أحبابي كرام حينما يرى الكافر في منامه أنه يقرأ صورة الفاتحة كاملة معناه أنه سيتوب وسيدخل إلى الإسلام وأما كتابة صورة الفاتحة على ورقة أو كتاب معناه النجاح نعم كتابة صورة الفاتحة على ورقة أو كتاب معناه النجاح في الحياة ومن رأى أنه يكتب صورة الفاتحة على تياب معناه ستر ومن رأى أنه يكتبها على حائط بيته معناه حفظ من الله سبحانه وتعالى ورزق ومن رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة على قبر ميت معناه أن هذا الميت يحتاج إلى الصدقات من رأى أنه يقرأ صورة الفاتحة على ميت معناه أن هذا الميت يحتاج إلى الصدقات أحباب الكرام دعوني أتكلم قليلا عن البسملة في المنام حلم البسملة في المنام محمود جدا أحباب الكرام فحينما يقول الرأي رأيت وكأني أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أسمع بسم الله الرحمن الرحيم أو رأيت مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تدل على البدايات السعيدة في الحياة نعم رؤية كلمة بسم الله مكتوبة في المنام تدل على الأرزاق وتدل على الخيرات الكثيرة يعني مجرد أن تقرأ مكتوب على حائط أورقة أو في كتاب مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم معناه أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك معناه هذا خيرات ونعم كثيرة معناه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك شفاء للمريد المريد حينما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو يراها مكتوبة معناه شفاء وكذلك هي نصرة للمظلوم أو المهزوم نعم وتدل رؤية البسملة في المنام على الهدى والإيمان الصادق البسملة في المنام أحبابي كرام هي البداية الجميلة في الحياة البسملة هي البداية الجميلة في الحياة وأخطر تأويل لرؤية البسملة هو ما ستسمعونه الآن أحبابي كرام إن رأيت اسم البسملة معكوس يعني أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كما نقرأه في المصحف وربما هناك شخص يقرأ البسملة بصورة معكوسة فهذه من أخطر الرؤى التي يمكن أن يراها الإنسان أتدرون ما تأويلها أتدرون ما تأويلها أحبابي كرام تدل على الارتداد عن الدين خروج من الإسلام إلى ملة الكفر والعياد بالله يعني هذه من أخطر ما يمكن أن تسمعه عن تأويل البسملة يعني أخطر ما يمكن أن تسمعه عن تأويل البسملة ترى البسملة مكتوبة بشكل معكوس هذا يدل على خروج الإنسان من ملة الحق ملة الدين ملة الإسلام إلى ملة الكفر والعياد بالله نعم أحبابي كرام مجرد البسملة فيها خير كثير مجرد البسملة فيها الخير الكثير تدل على البداية الجميلة تدل على الرزق تدل على سعي الإنسان باختصار رؤية البسملة للمريض في المنام معناه شفاءه وللعاصي معناه توبته وللفقير معناه غناه والغني حينما يرى البسملة أو يقرأها معناه زكاته يعني أنه يزكي ما له أحباب كرام وحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في منامك بصوت جهوري معناه التكفير عن الدنوب والزيادة في الحسنات وأن الله سبحانه وتعالى سيقبل لك عمل صالح يعني بشرط أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت جهوري في المنام ومن الرؤى الجميلة للبسملة حينما يرى الرأي أنه يدخل البيت ويقول بسم الله الرحمن الرحيم معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه بالدري الصالح يعني حينما ترى في منامك أنك دخلت البيت يعني أول ما تدخل من الباب إلى البيت وتقول بسم الله الرحمن الرحيم معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك بالدري الصالح لأن البيت هنا كناية عن الزوجة نعم هذا من الرؤى الجميلة من الرؤى الجميلة كذلك حبابي كرام حينما يراك شخص في المنام يعني شخص رآك في المنام وقال لك بسم الله ما شاء الله يعني إنسان يراك في منام ويقول لك هكذا بسم الله ما شاء الله معناه أنك ستصل إلى مكانة عالية وتحسد عليها ستصل إلى مكانة عالية وتحسد عليها نعم وقراءة البسم الله على طعام معناه زيادة في الرزق ما زلنا مع صورة الفاتحة الحامل حينما تقرأ صورة الفاتحة أو تراها مكتوبة على حائط أو تسمعها معنى ذلك ولادة متيسرة والمولود إن شاء الله تعالى سيكون من الصالحين نعم أحبابي كرام أعطيتكم تأويلات صورة الفاتحة باختصار حتى لا تطول هذه الحلقة وأهم شيء نقف عنده يعني في التأويلات الخطيرة لصورة الفاتحة قلنا حينما تقرأ صورة الفاتحة على مريض معناه دنو أجلة والرأي حينما يقرأ البسمنا بسم الله الرحمن الرحيم معكوسة معناه أنه سيخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر إن صدقت رؤياه بطبيعة الحالة أحبابي كرام انتهيت وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لكم أبواب الخير ويغلق عنكم أبواب الشر سألوا تعالى أن تكونوا في أمن وأمان في صحة وسعادة وراحة البال سألوا الله تعالى أن يحفظكم من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر الناقمين ومن شر الساحرين والعائنين والحاسدين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأله تعالى أن يجمعنا على خير في جنات الفردوس العلاء اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته